اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في السودان ومعها تعالت الاصوات الخارجية التي تنظر اليه بطريقة سلبية حتى طباخ بوتين يدخل الصراع السوداني الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اجتمع بقيادة الجيش المصري بشكل عاجل للتفاوض وايجاد حلول سلمية للصراع في السودان وفي نفس الوقت يتم توجيه الضغوط من السفير الاوروبي الذي يسعى لحل النزاع اضع في السودان خرج عن السيطرة والبلاد تعيش حالة من الفوضى والعنف تتكرر هدنة بعد اخرى وتتواصل الخروقات المستمرة يمطر الرصاص والقذائف بغزارة حول المطارات ومقرات الحكومة ويجد المواطنون انفسهم محاصرين في منازلهم دون حول ولا قوة يا للأسف والحزن لحال السودان فضيعا كالكف عفريت نحن نتحدث هنا عن نيران الصراع الدائر في السودان حيث تنهش ضباع الداخل جسد الوطن السودان هو كنز مخفي وغنيمة نفيسة يختبئ وراء ستار الجغرافيا السودانية الداخل يدرك ذلك ويتعنى لينال حصة البرهان والجيش السوداني في معركة مع حميتي وقوات الدعم السريع ولا نهاية للصراع في الأفق تظهر ملامح أزمة عميقة فلا يتدبر السودانيون الأمر بعقولهم لا بقلوبهم يأخذ الصراع شكلا جديدا كل يوم وقتل العشرات من المدنيين والعسكريين إن لم يكن المئات لا يتوقف والسبب في هذا الصراع الدائر هو الفصائل للمتناحرة على السلطة ويا له من صراع أتى بين أصدقاء وحلفاء من الماضي ليجعلهم أعداء اليوم بكل جدارة تتجدد دو المأساة في السودان فالرصاص ينهال بشكل مرعب من كل اتجاه والعاصمة الخرطوم تحترق في قلب النار تتصعد حدة المعارك في كل يوم والأبرياء يسقطون كالأوراق المتساقطة في فصل الخريف فالصراعات الداخلية تتواصل ولا يبدو أن هناك أي حل في المدى القريب الحكد والخصومات تزيد ولا يتوقف الدمار والقتل عند حدود معينة العالم الخارجي يتدخل بصورة غير مسؤولة ويدفع النار بالزيت وكأنما يتلذذ بمشاهدة المعاناة والدمار في بلد يعاني كثيرا كالسودان لقد أصبحت الحياة في هذا البلد مرهونة بأسرار ومصالح مشبوهة وأناس بلا رحمة يحرضون الآخرين على القتل والدمار يا ليت العالم يفتح عينيه لما يحدث في هذا البلد ويتحرك بمسؤولية لإيجاد حل لهذا الصراع المأساوي يا للحقد الذي يتجسد فيما يجري في السودان الغرب وتركيا وغيرهم من الأطماع الخارجية لا يريدون للسودان إلا الدمار والاستغلال فالتاريخ يشهد على سلوكهم الطاغي والمتعجرف ولا يبدو أنهم ينون التوقف عند حد فالتجارة الاستعمارية واستنزاف الثروات الطبيعية والاستثمارات القذرة هي كل ما يفكرون به وتركيا هذا الدولة التي تدعي الصداقة والتعاون ها هي تنهش في جسد السودانيين وتستولي على ثرواتهم وتهجر أراضيهم وتدمر بيئتهم الأمر الأهم بين كل تلك العقود والاتفاقيات كان بالتأكيد في جزيرة سواكن السودانية حيث تم التوقيع على اتفاقية تسليم إدارة الجزيرة الواقعة في البحر الأحمر إلى تركيا لإعادة أعمارها والاستثمار فيها في إطار عقود طويلة الأجل ولا مجال للرجوع عن تلك الاتفاقيات بعد التوقيع عليها وعليه تجتمع مصر والإمارات والسعودية لتعليق اتفاقية جزيرة سوات وإلغاء تلك الاتفاقيات في حالة الحرب الحالية لكن لقد وجه الغرب أعين العالم نحو روسيا ليصبحوا الهدف الأول ويتجاهل جرائمهم في إفريقيا هل هذا ليس تضليل إعلامي؟ بالطبع نعم فما يعلنونه هو أن اللواء محمد حمدان جلو الملقب بيه حمتي والذي يقود جماعة عسكرية تشكلت من قبائل الجنجويد التي ساعدت في تنفيذ الحرب في درفورة تحت حكم البشير هو أحد أطراف الصراع وتوجد علاقة وثيقة بين هذه الجماعة وقوات فاغنر الروسية حيث تدربت وتجهزت تحت إشراف هذه القوات وفقا لصحيفة كليجراف البريطانية ومع ذلك فما هي علاقة فاغنر بالسودان؟ تفتح صفحة التاريخ أوراقها المتساقطة تتلألأ ذكريات محاصرة بظلال الغموض والتشويش تنطوي على أسرار مجهولة وتتسم بالخفاء والتلاعب عام 2017 استنجد البشير بذرع فاغنر لفرض سلطته ولكن ماذا عن هذه الأذرع؟ تفصح الصحف عن ممارسته للتنقيب عن الذهب في السودان بتواطئ مع حميتي ليتحول السودان إلى مركز لتهريب كميات هائلة من الذهب خارج الحدود ولتبقى أسرار هذه القضية معتمة قضلان الليل نتشار شائعات حول وجود مقاتلين من مجموعة فاغنر الروسية في السودان وعن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذه الشائعات وأنه لا يوجد أي مقاتل من فاغنر في السودان حاليا وليس منذ أكثر منه كما تشير الجمل إلى احتمالية وجود صفقة بين فاغنر وحميدتي ودفع الولايات المتحدة ومصر لطرق من السودان وتحذيرها من المشاركة في حرب مع جيرانها وتلاعبها بالأمور برأيي تكمن الحقيقة في أن فاغنر كانت تعمل في السودان وتهرب والذهب خارج البلاد ولكن لا يمكننا الجزم بوجود قوات فاغنر حاليا في السودان أو عدم وجودها لأن الأمور تحتاج إلى تحقق وتطقيق أما بخصوص الصفقة بين فاغنر وحميدتي فلا يمكننا الجزم بها أيضا ولكن يبدو أن الولايات المتحدة تشك فيها وتعمل على طرد فاغنر من السودان أما بخصوص مساندة مصر للسودان في هذا الصدد فمن الصعب التكهن بالأسباب وراءها ولكن يبدو أن الأمر يتعلق بمصالح الدولة والتأثير في المنطقة في النهاية يجب الاستماع إلى جميع الأطراف والتحقق من الأمور بدقة وعدم من الانسياق وراء الشائعات والتكهنات فإن الصراع في السودان سيؤثر بالتأكيد على الجيران والمنطقة بشكل عام فقوات الدعم السريع هي قوة مسلحة جيدة وثرية بالمال ومن الممكن أن تتسبب في خلق الفوضى في شمال إفريقيا ولذلك يجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع جيشه بشكل عاجل حيث يرون أن نظاما مستقرا في الخرطوم يخدم المصالح الحيوية لمصر ومع ذلك يشعر السيسي بالقلق بسبب احتجاز جنود مصريين عزل داخل السودان وعلى الرغم من اعتذار حميتي وتأكيده على إعادتهم بأمان إلى وطنهم في وقت قريب يبدو أن حميتي قد قام بتنفيذ وعده ولكن قد كان هذا الوعد تحت ضغوط وتهديدات من السيسي والقادة العسكريين المصريين ويجب علينا عدم نسيان أن مصر لديها الجيش الأقوى في العالم العربي وتعتبر قضية سد النهضة الإثيوبي من أهم القضايا بالنسبة للقاهرة وبسبب الصراع السوداني يمكن أن يتم تضعيف قرارات بناء السد الذي يتطلب بالتأكيد دعم الخرطوم لمعالجة مخاوف مصر بشأن إمدادات المياه عبر نهر النيل يبدو أن مصر في وضع صعب بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي وتعتبر الأمر من أولوياتها كما أنها تواجه تهديدا خطيرا من قوات الدعم السريع في السودان التي تمتلك الأموال والسلاح يجب على السودان العمل على الحفاظ على الاستقرار داخل حدوده وعدم السماح بانتشار الفون ومن المهم أيضا عدم الانجرار وراء الإشاعات والتضليل الإعلامي الذي يروجه البعض وعلى مصر اتخاذ الخطوات اللازمة لحل مشكلتها بشأن سد النهضة بالتعاون مع دول الجوار والمجتمع الدولي يواجه بيران السودان تشاد وإريتريا وجنوب السودان طفانا من اللاجئين وهذا قد يزيد من صراعاتهم الداخلية كما أن الفراغ الحاصل في الحكم في السودان ينظر بظهور جماعات متطرفة وليست بعيدة احتمالية مطامع كل دولة في السودان حيث ستدعم كل دولة مجموعة مسلحة ليحل قانون الغاب كما سيتم أكل الصغار وسيظل البقاء للأقوى فالحرب قائمة مستمرة والاشتباكات لا تتوقع قد وقفة النار تهدئة مؤقتة تتساقط النيران بغزارة وتدوي القذائف وتدخل دول خارجية وتضغط من أجل هدنة إنسانية على الأقل وإن كانت قصيرة ووفق الجيش السوداني وخصمة قوات الدعم السريع على الهدنة وبدأ سريانها لكن إطلاق النار لم يتوقف حتى أن ضجيج محركات الدبابات وطلقاتها لم ينقطع انتهى للهدنة المعلنة بعد 24 ساعة وها هي قيادة قوات الدعم السريع تعلن عن هدنة ثانية لمدة 24 ساعة أيضا أشعر بحزن عميق وأسف شديد لما يحدث في السودان الوقف الأول لإطلاق النار كان لأسباب إنسانية ولكن الهدنة الثانية قد تكون مجرد فرصة لكل طرف للتنفس واستعداد لمزيد من القتال الدمار والخراب يتسع في السودان حتى وصل إلى طائرات مصرية وتم تدميرها في مطار مروي شمال السودان بعد سيطرة قوات الدعم السريع هذا مؤلم حقا ولا يمكننا السكوت عنه أدعو إلى وقف القتال والعودة إلى الحوار والتفاوض من أجل للسلام والاستقرار في السودان ويبدو أنه بحسب صور الأقمار الصناعية لشركة لتكنولوبيا الفضاء تم تدمير ثلاث مقاتلات مصرية في مطار مروي شمال السودان ولا يزال مصير مقاتلتين على الأقل مدهولا وهناك احتمالية كبيرة لتدميرهما أيضا بسبب الحريق الذي شب في حظيرة الطائرات فقد خسرت القاهرة مقاتلات روسية من طراز ميك 29 وهذا النوع من المقاتلات يعتبر مفضلا لدى القوات الجوية في العديد من الدول بسبب قدراتها الحربية وسهولة المناورة فيها بالإضافة إلى التقنيات التي تحتويها وكذلك سعرها لكن مصر تلتزم الصمت حتى الآن وتراقب الأوضاع في السودان عن كثب وإن لازم الأمر لن تترك الغرب يتدخل بل سيتدخل للمصريون بعتادهم وعدتهم إلى جانب الشعب السوداني والدرك القريب ولا عدوك البعيد أما الحرب يا سادة فتتواصل على أرض الميدان تحتدم المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع هناك صرخ الجيش السوداني موجها نداء لقوات الدعم السريع أرجوكم يا أهل السودان اتركوا العنف والحروب واسمعوا نداءات السلام لا يوجد فائدة من هذه المعارك المدمرة وقد وصلت النيران إلى بيوت الأبرياء وحتى مقر سفير الاتحاد الأوروبي أنتم بحاجة إلى حوار شفاف وسريع يتم في إطار سوداني سوداني ولا يوجد مكان للتدخلات الخارجية أو لمحاولات الفرقاء العسكريين لتقسيم البلال فلنترك العنف ونعمل جميعا من أجل سودان قوي وموحد أرجوكم اسمعوا وأنصتوا لهذا النداء